أما بمساحتنا التالية متابعينا رح نختص فيها ونحكي عن سندات التمليك وحق الملكية شو الفرق بينها وبين حق الملكية وشو هي هذا المصطلح يلي أطلقوه مؤخرا هو مصطلح عيقاري الطابق الأخضر كتير أشخاص ممكن يتعرضوا للنصب للإحتيال للغش للتزوير أوقات بسند التمليك وما بيعرفوا شو ممكن يساووا وممكن أوقات بعض المحاميين ما يعطوهم الخطوات الصحيحة أو المعلومات الصحيحة كمان في بعض الناس بتغش بهذا الموضوع رح نتعرف على تفاصيل أكتر بخصوص هذا الموضوع ونعرف كيف ممكن حتى نحفي أنفسنا من النصب والإحتيال مع الأستاذ المحامي علاء الحموي يسعد صباحك يسعد صباحكم صباح الخير أهلا وسهلا فيك يعني بالبداية خلينا نحكي شو سند التمليك وهل هو دائم أو مؤقت أو فيه أنواع أو شو هو يعني خلينا نعرفه ببداية حديثنا وبعدين نتعلم سند التمليك الدائم سند التمليك الدائم هو من أكثر المصطلحات العقارية شيوعا في الجمهورية العربية السورية يسمى عرفا بالطاب الأخضر يعني ما في فرق بين سند التمليك الدائم والطاب الأخضر هو مصطلحة لمعنى واحد هو الطاب الأخضر كرت أخضر كعنا نسميه طبعا هو وسيقة رسمية تصدر من دائرة سجل العقاري تثبت ملكية شخص معين لعقار معين في منطقة معينة طبعا هاي سند التمليك الدائم أو الطاب الأخضر بيكون ممهور بختم دائرة المصطلح العقارية طبعا هذا الختم يكون يعطي حق الملكي بهذا العقار طبعا فيه حسب طبعا دائرة سجل العقاري للمنطقة التي يتبع لها العقار التي خطعت لمناطق التحديد والتحرير وتمقول وسيقة رسمية ممهورة بختم دائرة المصطلح العقارية فنحن هذا الشخص اللي يملكه يتمتع بحق التصرف والاستعمال والاستغلال يعني حق الملكي كثير ناس تقول لك شو حق الملكي إنه بس تصرف لا حق الملكي يجتمل على ثلاث شروط اللي هي حق الاستعمال اللي هو طبعا سكن البيت الاستغلال قد يكون فيه أجره فيه يستثمره وحق التصرف اللي هو أقوى حقه وحق بيعه أو وهبه إذا أراد ذلك فهي هو سند التمليك الدائم طبعا يصدر عند دائرة المصطلح العقارية بختم رسمة بيسترم صاحب العلاقة حصرا أو وكيل القانوني في حال عدم وجود صاحب العلاقة بيعمل وكالي يسترم هذا السجل بيعمل مرة واحدة هذا هو سند التمليك الدائم بس في ناس بتقول لك شو مستند ملكيتك في فرق بين سند التمليك شو بيقول له سن واحد لتشتري عقار فبيقول له شو مستند ملكيتك بيقول له طابو أخضر بيقول له مثلا حكم محكمة مكتشب الدرجة القطعية ممكن يقول إنه هذا العقار حص على شيوع ممكن يقول له سجل مؤقت في هلا سجل مؤقت طبعا للأراضي لمخضعة الإفراز ممكن يكون وكالة غير قابل العزل فنحن عندما نبحث بشراع عقار لازم نعرف مستند ملكيت شوه هل هو طابو أخضر مصال عقاري هل هو حكم محكمي لنبحث بأصل هذا المستند هاي هو سند التمليك الدائم أو الطابو الأخضر المعروف عرفا بسوريا أوكي استاذ يعني فيه أشخاص ما بيعرفوا ممكن أنه بدون يعرفوا إذا هذا العقار مسجل أو شوهي الطريقة اللي مسجل فيه هذا العقار كيف ممكن يعرفوه طبعا لكل عقار له صحيف عقاري هاي الصحيف العقاري الشخص اللي بدي يبحث عن عقار ما اليوم صار في شيء بدائرة المصاحل العقاري اسمه شعبة الهجائي الشخص بقدم طلب لشعبة الهجائي باسم سلاسي لهذا الشخص بسأنا بدي أشتري عقار بمنطقة معينة بقدم طلب لشعبة الهجائي أنه هذا الشخص هل هو يملك هذا العقار فوزيف الدائرة المصاحل العقاري تغطيك ملكية هذا الشخص ممكن يكون أكتر من العقار فهل هو رقم العقار مطابق لشي بدي أشتريه أنا فاليوم شعبت لي جائي بأي دائرة مصالة عقارية في منطقة العقار بتقول لك مثلا هذا العقار ما لكو شخص كذا كذا طبعا شوي لسند التمليك بيكون في موضوع العقار نوعه هل هو أميري هل هو ملك هل هو حص على الشيوع هل هو مستملك عليه إشارة مسقلية بالإشارة قد يكون في إشارة دعوة إشارة حصياتي حصياتي حصيات تنفيذة فهنا الشخص وقت يشتري عقار لازي تأكد أهم شيء من الموضوع الإشارات موضوع صحة المستندات والوسائق اللي معه لحتى يشتري بتقوله عقار نظيف لأنه كتير متعاني الناس الموضوع أنه أخذ بيان عقاد عقار قديم بيكتشف بعده أنه في أكتر من بيع سائر عليه ممكن يكون ميملك الحصة المشترية نشتريت 400 سهم بيملك 200 سهم لأنه في ناس ما بتاخد سند التمليك بشكل فورا ممكن يكون ورس ما طفى شخص أبو الورس يستلموا مات شخص أبو ورسهم بيت فصاروا كلهم مالكين لهذا البيت ارسل يعني كل شخص حسب التقسيم كما تذكر مثل حضر الإنسان أو متساوين أخذ حصة مثلا 200-150 سوف يشوف نحن بيان قيد العقار قديم بيان قيد العقار قديم هل هو؟ هذا الحصة الذي يشتري أنا أملكها قيداً أو ما بيملكها فمتأكد المساحة المكان الإشارات قد تكون مستملك الدولي فكتير عقار قديم مستملك الدولي ممكن فيه وضع يد شخص ثاني يمكن يكون مباع أكثر من بيع فهون وظيفة الشخص يتأكد موضوع البيان قيد العقار هل هو أو العقار هو مسجل في الصحيف العقار قد غير مسجل هذا أهم شيء خلينا نضوي على نقطة بعض الصغيرات التي تصير بشيراء شعيقاري مثلاً عليه غير الإشارة عليه مثلاً قرد على البنك كيف الشعري بده يكون عنده استفسار كيف يفهم وبعض الشعريين بيقولوا أشتري هذه الحصة وأنا حكفي الأقصات البنكية حسب الاتفاق بين وبين البائع خلينا نحكي عن هذه النقطة بالذات لأنه كثير في عليها إشكالات دائماً أنت قلت بالاتفاق دائماً عندنا بالقانون السوري الاتفاق شريعة المتعاقدين العقد شريعة المتعاقدين بعنا وقت باتفقوا الطرفين أني أنا أشتري العقار مسقل بهذه الإشارات فأنت بتحمل هذه المسؤولية بس أستاذ علاء في أغلب الناس هنا موجودين بالبلاد وفي ناس ما كتير عنده علم باستشارة قانونية أو عندهم علم بمحامل حتى يجوا يعدوا يفهمهم هذه هي اختصاص المحاكم المحامين وقت مقول نحن شخص يشتري عقار وكّل محامل يعني نحن عدنا نسجل هون نفرق بين سند التمليك والبين قيد العقارية نحن نقول سند التمليك هو سند التمليك لمرة واحدة يُعطى لمالك العقار حسراً أما تقول بيقان قيد عقاري فهون لازم تلدعوة عينية عقارية تستجل وتشتري عقار أنت واجبك واصولاً كمحامل نحن أو كشخص عادي يطلب بيان قيد عقار لهذا العقار جديد لماذا؟ لا يتأكد من الإشارات المسقلي أني مثلاً أنا ودي وكّل شخص يشتري العقار وواجبه كأنا كمحامل أني أول شيء أطلب بيان قيد عقار لهذا العقار لا تأكد من نظافته مثل ما حكيت ممكن في إشارة رفع دعوة تسبيت بيع ممكن فسخ بيع ممكن إشارة استملاك ووضع يد ممكن محكاة قرض أو مرهون لبنك تلفي ناس تشتري عقار غرضة أن تسحب قرض على العقار فبضل مرهون للبنك لحتى استفاق قيمة القرض لكن هناك ناس تشتري تضمن المحامل ممكن يكون هو الضامن أو باتفاق بين الطرفين أنه أنا بس رح أسدد قيمة القرض بس يخلص ونشل لك إشارة الرهن دائماً اتفاق بإتفاق بين الاثنين حتى لو كان برر البلد البلد ما يوكل المحامل كمهنة وظيفته يتأكد لك من سلامة العقار من صحة العقار وصحة البيع لحتى ما يفوت بعدين مشكلة فسخ البيع أو موضوع تثبيت البيع كثير هلأ المحاكمة تتعج بشكل كامل موضوع خلافات موضوع حصص سهمية إشارات مسقة جديدة بيوع عقارية متكررة موضوع تزوير ببيانات قيد العقارية كثير صارت بسبب الأزمة من صارت فنزل نحن كوزيفة نا أول شي نطلق ببيانات قيد العقارية لأننا نعرف مساحته ملكية هذا الشخص المساحة الفعلية مثلا أنا أريد أن أشتري 100 سهم هل هو يملك هذا الميت سهم أو يملك مثلا جزء هو 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 يملكك حصر أو في معه ورسي يعني هذه ببيانات قيد العقارية يملكك أصول المالكين قد يكون العقارية أكتر من مالك يعني 3 مالكين كل واحد يملك مثلا 1200 600 ملكي قيد العقارية لأن المبكو موجودة في سنة التمليك ملكي قيد العقارية لماذا يقول لك نحن نسجل دعوة عينية عقارية دعوة سبيد بها أو فسخ نطلق بيان قيد العقارية من مصارح العقارية نتأكد من سلامة العقار وعدم وجود أي إشارة يضرنا بعدين لأن هذه إشارة نحن مسؤولين عنها فكتير في ناس ترفع دعوة تحط إشارة في شخص تاني يشتري العقار يقول لك في إشارة رفع دعوة يقول لك ما في مشكلة خلاص ميشيلها لا بدك تعرف ما حضر هذا العقد الإشارة شووي قد يكون العقد مزوّر قد يكون ما نصاحب العقار قد يكون في تزوير فوظيفة الشخص لازم دائما استشارة محامة طبعا مو نحن نشجع ضروري بس لازم يروع دائرة المصارح العقارية لتأكد من صحة سلامة العقار المستندات الملكية المقولة فهي ممكن تكون عقار فالدولة تُوضع إيدة عقار لازم تنتبه لموضوع بيان قيد العقاري عند شراك لأي عقار بأي منطقة لأنه كل عقار صحيف عقاري بس تختلف بس تختلف بين مسلمة المكية يل هو طاب أخضر أم مخالفات أم كاتب عدل فهو تبحث أنت بأصل ملكية هذا العقار لحتى تحسن تشتري هل أهم شيء أستاذ المعلومات التي حكيت عنه نحن فينا نجيبها من دائرة المصالح العقارية فيه أي شخص يروح ويسأل بذات نفسه لحتى يتمان أو حسر أنه يجب يكون المحامي المسؤول صاحب العلاقة يحق له يسأل دائرة المصالح العقارية وإن أشتري عقار فيني أنا أطلب طلب كثير يسير طلب إخراج قيد العقار وكثير دائرة المصالح العقارية في دمشق في أي محافظة كثير يسر الأمر أنه لماذا هدفك بيان قيد العقارية أنا أشتري عقار يجب أن يتأكد من نظاف هذا العقار هل هو الذي يتأكد منه هو صاحب العقار هل هناك إشارات على العقار هل هناك استملاكات فلا فأي شخص ممكن صاحب العلاقة ممكن وكيل القانوني لكن دائما دعاوة تسبيت البيع أو دعاوة الشراء بعد ما يكون في عقد بيع نحن مضطر في دعاوة تسبيت البيع نحن نطلع دائرة المصحة العقارية نقدم طلب قيد العقارية نتأكد من سلامة هذا العقار طيب ما شو يقلقوا الأشخاص وقت يكونوا عم يسألوا البائع أنه هذا حكم محكمة ولا في كاتب عدل ولا تمليك ليش بيخافوا وقت يسمعوا أنه في قرار محكمة أو إقرار محكمة هاي الأمور شو هي الأضرار لهذا الموضوع هلأ موضرار نحن 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 نحكي أقوى أنواع الملكية هي الطابو الأخضر أنت خلاص أنت إلك محضر عقد أو إلك بلك بمنطقة معينة طابو أخضر ما حدا فيه نازع بالملكية موضوع حكم المحكمة هي عبارة عن دعوة تسبيت بيع لتسبيت حصة سهمية بمنطقة معينة فالناس مو بتخاف نقرار المحكمة هو تاني درجة بعد الطابو الأخضر في ناس تملك حصة سهمية ما نازع على الصحيف العقاري نازع القيد العقاري فهو قرار المحكمة بس يكون مبرامة مكتسبة درجة القطعية فهو قرار آمن آمن لك لا يوجد أي شائبة فيه ولكن إذا أخذت القرار المحكمة ففي بعض قد يكون قرار بدائي ممكن يتعرض لإستئناف يتعرض للنقد فالشخص يشتري على قرار بحكم محكمة لازم يكون هذا العقار الحكم للمحكمة صادر مكتسبة درجة القطعية لحتى أن يتأمن ما يصير في استئناف أو نقط بهذا القرار وتأكد سلامة هذا العقار المشتري ونظافته نظافه تامي هلأ أنواع الملكي برجع بإليكين الطاب الأخضر هو أقوى أنواع الملكي بيأتي بعض حكم المحكمة بيأتي بعض أكثر من نوعين أكثر من نوع مثل ما قلنا كاتب عدل تساس الوكالات في سجل المؤقت وهو بعد الطاب الأخضر في أكثر من نوع للتمليك يعني مو بس الطاب الأخضر والسجل المؤقت والحكم المحكمي في إنا في حصة على الشيون في عقد بالمخالفات عقد بيع ساعة ماي وكهربة تناتهم بالتفقه أنه نعمل عقد بيع بيناتنا من صالح لي بالمالية ويسترم منك العقار لأن الحائز هلأ عندنا بالمخالفات هو سند الملكية فالناس لا تشتري فحسب الوضع العقار ومسند ملكية وانت تبسي العقار بس بجرع بلك نظافة العقار هي أهم شيء ببيان قيد العقاري المناطق المفي قيد العقار تتأكد أنه هذا الشخص مثلا بالمخالفات هل هو يملك هذا العقار ساعة ماي وكهرب اسمه أو اسم غيره لن تتأكد أن تشتري على الامن بس هذا أهم يعني لا يوجد داعي للمخاوف يخاف الشخص من قرار المحكمة أو إقرار المحكمة نحن المحكمة إلى قرار حجي لا يوجد قرار المحكمة ملزم للأطراف يعني ليس أنه إذا أخذت قرار المحكمة معتها غير آمن لا قرار المحكمة آمن ولو نعمل طاب وأخضر كانوا اشتروا طاب وأخضر بس هلأ المحكمة تعطيك مجال أنه في مناطق لا يوجد إفراز لا يوجد تنظيم لا يوجد أعمال تحديد التحرير ويمنعك حصة سهمية صار فيك التغطية حكم محكمة والناس لا تشتري حكم محاكم كثير في دعوة تسبيت بيع ومتاخد أحكام قطعية وإقرار في منهم إقرار يعني ما في تنازع وبتكتسب حكم مكتسبة درجعية فيها تبيع فيه آمن أستاذ علاء قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي بموضوع أنه بالحرب الإرهابية التي صارت على سوريا كثير من المناطق تدمرت كثير من الأوراق والثبوتيات راحة ما بقى هي موجودة وفي ناس ضيعت هاي الطابو الأخضار أو هو غير موجود حاليا خلينا نحكي كيف فينا نحنا نثبت هذا العقار ملكنا هذا العقار مضيف ما عليه أي إشارة رهن أو إذا صار عليه إشارة رهن أو أي شيء نحنا ما خصنا فيه كيف نحنا فينا نتعامل مع هذا الموضوع دائما نحنا منرجع منقول موضوع ضع سند التمليك شيء وضع بالحرب شيء الحرب يعني هذا ظرف قاهر هو قاهرة خارج عن إرادة الأطراف فلذلك اليوم الدولة يعني تعطي مجال للأشخاص لمراجعة دائرة المصال العقارية لمعرفة بيان العقار يعني صحبة في أتمتي ولكن في كتابي خطية سواء من دائرة شرطة أو مختار المحلي لأننا مو بس دائرة مسال العقارية إذا منطقة رايحة بالحرب أي منطقة بريف دمشق أنت صار فيك يعني نحنا نسأل قسم الشرطة ما في قسم الشرطة في مختار المختار أنه هذا العقار لمي المختار لازم يكون عنده علم عنده سجلات كمان رسمية وله خطم رسمي لمعرفة نوع هذا العقار من كان صاحبه هلهم مثلا غادروا البلد غير موجودين من اشترا من قام بعملات البيع والشري لأنه دائما سند الإقامة مطلوب بهذه المناطق أنه هذا الشخص اللي اشترا من هنا هلو كان مقيم أو بالأصل ما نهو هنا طيب بما أنه كل شي مضمون أنت عم تقوله الواحد بيرجع بلاقي حقه مضمون وجاهز ليش في أشخاص بتقعد بالبيت وبترفض تطلع منه يعني بيجوا أصحاب البيت بلاقوا ناس تانين قاعدين ببيتهم وبتصير في بيناتهم دعاوية وممكن تمتد لأسنين طويلة عم يواجهوا مشاكل والذي قاعدين بالبيت يعني البيت ما أنا أقوله عم يرفضوا يطلعوا من البيت هلأ هو صارت بس الدولة صارت كثير صارت كثير بس الدولة هلأ ما تبحث بهذا الموضوع بشكل صارم بموضوع أنه ممنوع أنت يعني هلأ ما يطلع فيه شيء مكشف وانت اللي بترفع دعوة أنه طرد غاصب محكمة أمام أي محكمية طرد غاصب بداية الجزاء أنه هذا الشخص يستملك بيتي دون وجود أي وسيقة رسمية تثبت وجود ملكته وانت اللي بترفع القاضي أو الكشف أو الخبير وانت اللي بتأكد أنت شو ملكتك بهذا البيت مثلا قاعد فيه صليش عشر سنين ما هذا سند رسمي فهو تدخل نحن نرفع عن طريق دائرة الشرطة عن طريق التنفيذ ناخد حكم بإخلاء سواء مأجور أو عقار يعني في ناس أو مستأجرة في عالم الأماني مستأجرة بعقود قديمة من عشرين سنين فروع عقد تمديد حكمة هذا دعاوغ طول كثير لماذا؟ لأنه تكون عشرين سنين أنت أجر عقار بمبلغ ألف وخمسمينة ورفع لكيال قاضي لعشر تلاف واثناشر ألف طيب هلأ أنت سلك خمسة عشر عشر سنين لماذا عملكوا عقد أجار نظامي وسبدته من الأول لماذا عطيته عقد سني وتركته لحاله إنه خلص السقة هو السقة يعني فيه جهل بالقانون موضوع أنه خلص أنا هذا الشخص صديقي عادته بالبيت أما ما يعطيني أجار وأد ما كذب يضل هذه ما فيه سقة بالتعاملات العقارية والتجارية ما فيه سقة فيه شيء اسمه بلدي فيه شيء اسمه تنظيم عقد أجار موسق سواء بالبلدية أو فيه ناس تتسقوا عند محامة بعدين نحن نقوم بتثبيته بالبلدية فلازم الشخص يبحث بموضوع مستند الملكي أو موضوع عقد الأجار أو تنظيم عقد البيع فيه ناس تشتري عقد بيع وليس تسبب للتهرب سواء من دفع الضريبي للتهرب من موضوع مصالح العقد الموافقات الأمنية فيه ناس مثلا احطيات في عالم بالجيش تقول لك ما بيطلع لي موافق أمنية أو بيطلع لي فيه ناس في مدفع الضرائب تعرف فيه صار في ضريبة بيوعة قاريس أو في دفع في البنك ففيناس تهرب من موضوع عقد بيع عادة وبيدسكم بالبيت وخلاص بيعود فيه هذي بتعرضوا مع الأيام بمشاكل قانونية ضخمة أنه أنت طالما حستوا البيت من الأول لازم عدم إيني ما تسلموا اللعقة لحتك يدفع لك كامل السمن شاء ما تفوت بعدين بدعاوة فسخ عقد البيع أو تسبيت عقد البيع تمام وهم نقطة أستاذ علاء أنه لازم نحن دائما نستشير محامي ما نتغاضى عن موضوع الاستشاري المحامي كتير مهم لحفاظ حقوقنا لحتى نحمي حالنا ونحمي عقاراتنا الموجودة بغض النظر عن الظروف شكرا كتير لحضرتك شارك أهلا وسهلا فيك